أن ظهرت بعض النظريات اللي تقول بأن هذا ليس حادثاً إنما هو في وقع الأمر عملية مدبرة دعنا نرى من هم اللي تحدثوا على هذا الموضوع هناك يقول لك أن هناك أربع جهات قد تكون مستفيدة من إسقاط الطائر من هم؟ البعض قال لك أنه داخل الجناح المتشدد أو المحافظ هناك خصومات وهناك من يكره إبراهيم رئيسي وكان يريد أن يتخلص منه هذا جناح أو هذه إذا شئنا نظرية كالنظرية الثانية تقول بأن اللي ربما يكون عندهم مصلحة أكبر هو الجناح الإصلاحي لأن الجناح الإصلاحي يعرف أن إبراهيم رئيسي متشدد جداً وبعد الرئاسة سيخلف علي خاميناي علي خاميناي عمره أكثر 86 سنة وطبيعة الحال في هذا السن سينتقل إلى مولاه في أي لحظة مثلاً في هذا اليومين وثلاثة ربما سنسمع على أن ملك السعودية قد أكبر راهوا ربما في اللحظات الأخيرة انتعوا مثلاً هذا سلمان عمره 88 سنة إذن يقول لك بأن ممكن طيار الإصلاحي هو اللي كان وراء العملية تحط له قنبلة وانتهى الموضوع أو تعمل تخريب داخل الطائرة وفي لحظة معينة الطائرة هذه نظرية ثانية نظرية الثالثة يقول لك لا في الحقيقة ما هوش ما هوش داخل النظام داخل النظام وإن كان بناتهم خصومات إلا أنهم لن يصلوا إلى هذه الحالة إنما هناك طرف ثالث منه؟ قال لك المعارضة المسلحة خاصة مجاهدي خلق مجاهدي خلق عندهم قوة ضاربة ومتواجدين في عدة بلدان وقاموا من قبل بعمليات كثيرة جدا وفي فترة معينة كانت عندهم آلاف العناصر المسلح داخل إيران أو بالجوار لما كان أيام صدام خاصة قبل الغزو الأمريكي بقاوا حتى أيام الغزو الأمريكي بقاوا عدة سنوات فقال لك أنه ممكن جدا تكون واحدة من هذه المعارضة المسلحة إما مجاهدي خلق إما البلوش السنة أو الأكرات هذه نظرية ثالثة كالنظرية الرابعة تقول في الحقيقة ما هو مشقع هذه الأطراف إنما اللي قام بها هي إسرائيل وإسرائيل تعهدت بأنها ستضرب إيران في كل مكان خاصة بعد الهجوم عليها إيران سارعت أصدرت بيان قالت أن لا علاقة لها بما حدث في إيران أو بطائرة الرئيس الإيران سارعت إلى ذلك هناك إذن أربع نظرية هناك منظات اللي منكت كل الولايات المتحدة الولايات المتحدة مثلا واضعين رئيسي شخصيا كانوا واضعينه على قائمة الإرهاب باعتبار أن نرتكب بجرائم فضيعة في الثمانينات وأيضا في 2022-2023 المظاهرات اللي كانت بعد مقتل تلك الشعبة صراحة أنا في الوقت الراهن لا أميل إلى هذه النظريات ولحد الآن حسب ما شفنا المعطايات حسب ما تابعت أرى أنه حادث بالفعل لحد الآن اللهم إلا إذا ظهرت معطايات أخرى وتبينت معطايات أخرى فسنناقشها في وقتها لكن في الوقت الراهن أرى أنها كان حادث والحوادث تقع خاصة أنها طائرة قديمة وأنها ما عندهاش صيانة هي طائرة أمريكية الغريف الأمر الناس اللي تسألوا وقالوا لماذا دارين طائرة أمريكية بينما كانوا قادرين يشيروا طائرات من عند الصين طائرات من عند روسيا خاصة صحيح طائرات روسيا والصينية ما هيش على المستوى الأمريكي والغربي لكن تبقى خير من طائرة عمرها 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة قدم يعني فهذا أيضا سؤال يطرح خاصة أنه ما يسموا أمريكا الشيطان الأكبر أرى في الوقت الراهن أرى أنه حادث ولكن حادث بالتأكيد سيضع بصماته وتأثيراته على النظام الإيراني وعلى المنطق أما إذا تبين أنه راه إسرائيل أو راه الولايات المتحدة أو في ذلك الوقت الأمور ستتغير أو حتى مجموعة تابعة للسعودية أو الإمارات أو أي مجموعة أخرى ستتغير لكن في الوقت الراهن فيما يبدو لي الله أعلم أنه حادث وليس عكي